السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضلا وليس أمرا ادعمونا بالاشتراك في القناة ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد أما بعد تدلق وسائل الإعلام والشبكة الاجتماعية والتقارير الوبائية نحو نفس الملاحظة انخفاض في عدد إصابات بكوفيد 19 ومع ذلك يمكن حاليا الخلط بين هذا الفيروس اللعين والحديث مع الأنفلونزا الموسمية التي تعود إلى ظهور هذا العام والتي يمكن أن تكون مميتة مثل كوفيد 19 كما كشف البروفيسور كامل جنوحات رئيس الجمعية الجزائرية للمناعة في تقرير أن معظم المرضى الذين تستقبلهم المجتشفيات حاليا مصابون بالأنفلونزا الموسمية وفي هذا السياق يشرح المتخصص سبب انتشار الأنفلونزا الموسمية في كل مكان على عكس العام الماضي وأوضح المتحدث أن السبب مرتبط بتعليق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود الجوية وبما أن هذا لم يعد هو الحال هذا العام فإن فيروس الأنفلونزا الموسمية ينتشر بسهولة وينترقل عن طريق الخدمات الجوية وخاصة الفيروس الذي يربط الجزائر بآسيا وأستراليا أو ظهور فيروس الأنفلونزا في مارس وقد تم التأكيد أن اختفاء الموجة الثالثة غير مواضح ويستهدف متغير دلطة الآن الأشخاص غير المحصنين وأولئك الذين لم يتأثروا بالفيروس أبدا هذا هو سبب الذي معظم المتخصصون يتوقعون وجود موجة رابعة وأقل عنفا بكثير من الموجة السابقة كما من المحتمل أن تواجه الجزائر موجة رابعة وخلص البروفيسور إلى أن المشكلة تكمن في أن متغير دلطة لم يختفي بعد على الرغم من قلة عدد حالات التلوث وقد كشف البروفيسور رياض مهياوي عضو لجنة متابعة كوفيد-19 أن 10 ملايين و200 ألف جزائر تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا فيما تلقى 5 ملايين للجرعتين ودع المواطنين على الإقبال مجددا على التلقيح تفاديا لأي طوارئ خصوصا مع الدخول الاجتماعي والمدرسة والجامعي وبداية موسم الفيروسات وقال أيضا أن الوضع الوبائي يشهد استقرارا تعكسه التراجع الكبير لعدد الإصابات والوفيات المسجلة يوميا وهو ما ولد أريحية في الأوساط الطبية والإدارية لكن يجب توخي الحذر واليقظة والاستمرار في عملية التلقيح لأنها سبيل الوحيد لمكافحة الوباء خصوصا أن كمية اللقاح موجودة بكمية كثيرة وعارب عن أمله في أن يتجاوب الطلبة مع حملة التلقيح في الجامعات تزامنا مع الدخول الجامعي مثل ما جرى خلال الدخول المزرسي وفي تقييمه لحملة التلقيح أكد البروفيسور وجود عزوف كبير من المواطنين خلال أيام الماضية بخلاف الوضع خلال أسابيع الماضية وبالضبط في شهر سبتمبر الذي شهد حملة واسعة للتلقيح كما قال صحيح أن العمر الافتراضي لدورة الفيروس عامين غير أن هذا مجرد أمر النظري فقط لذلك وجب أخذ الحيطة والحذر والاستمرار في اتخاذ إجراءات الوقاية الصحية من ارتداء الكمامة والتباعد الجسد والاستمرار في عملية التلقيح ودعم هياوي المواطنين إلى الإقبال مجدد على التلقيح تفادياً لأي طوارئ خصوصاً مع الدخول الاجتماعي والمدرسي والجامعي وبداية موسم الفيروسات بالنسبة لحصيلة اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 فقد تم تسجيل ما يلي 107 حالة مؤكدة جديدة وثلاث وفاية رحمهم الله اشتركوا في القناة